تعالوا بقى نروح للملف اللي بجد مشرف وبجد لازم نستنسخه لازم نشوف نفس النجاح المدوي ده على كل الأصعدة الرياضية الأخرى بخلاف السكواش التقلق المصري مستمر في السكواش وعلى الصعيد العالمي الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر حفظوا على صدارة التصنيف العالمي للسكواش على صعيدي الرجال والسيدات تراجع علي فرج للمركز التالت بعد عودته للمشاركة في البطولات من جديد الأسبوع اللي فات بعد طبعا غياب استمرن حوالي أربع أشهر للإصابة في الرجبة تقدم البيروفي ديجو إلياس إلى المركز الثاني بعد ما حقق بطولتي الأبطال في نيويورك وبيتسبرج الأخيرة وجاءت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الأسبوعي كالآتي الرجال الأول مصطفى عسل الثاني ديجو إلياس الثالث علي فرج وعلى صعيد السيدات الأول أو الأولى نوران جوهر الثانية نور الشربيني الثالثة هانيا الحمامي عظمة يعني ما ننتقلش غير عظمة وكل مرة بنقول لحضراتكم تصنيف عالمي متعلق بالسكواش تأكدوا يعني لو نتكلم مثلا على العشرة الأوائل على العالم تسعة منهم مصريين واحتمالي يبقى العشر مصري مجنس زي ما كانت حصلة في أسبوع من الأسبوع فطبعا حاجة مشرفة جدا ما انتهي من الست أسماء عندك خمسة يعني اثنين رجال وثلاثة سيدات فعني ده رادي إنجاز طبعا كبير جدا